الله أكبر الله أكبر الله أكبر نحن بنمر المرسل حار أو شمس قوية لا قد لا يمكن أن تكون سبب في الإجادة الحرارية لازم نعرف ما بين الإجادة الحرارية وهي ضغبات الشمس إجادة الحرارية لا يكون هناك فقدان في الوعي ودرج الحرارة الدمج يكون أقل من 40 حرارة درج الحرارة الجسم المريض بيصاب بحالة من الإجهاد والتعب والفتور والتشنجات العضلية بسبب أنه تعرض عشعة الشمس لفترة من الفترات لكن ضغبات الشمس بسبب شبسكات قوية وسبب التلف في الجهاز المسؤول عن تنظيم الحرارة في جسم الإنسان فبدأت ترتفع الحرارة إلى فوق الأربعين وأصبح الجسم جاف جدا ويفقد الحاجة يعني وعيه وبالتالي يدخل في تشنجات ويحتاج إلى عناية مركزة في الإجهاد الحراري درج الحرارة تكون أقل من 40 ويكون الجند ما زال رطب علاج الإجهاد الحراري دائما بتعويض السوائل ووضع الشخص في أماكن باردة تحت المراوح والمكيفات بالإضافة إلى مسكنات بسيطة ويرجع الوضع الطبيعي لكن بالنسبة للطربات الشمس ستكون حالة تستريد دخول إلى مركزة للتدخلات عالية الفائقة للتركيز طبعا فهنا ننصح الحجاج بالتجنب الحر والزحام والآن عندنا الحمد لله رشاشات بالرذاذ الماء في كل مكان وهذه تساعد على تلطيف الأجواء في مناسك الحج لكن برضو لا بد يعني يحفظ الحاج على يتواجد في أماكن فيها تهوية الجيدة سواء داخل المقيمات أو خارج المقيمات ويتجنب الازدحان الشديد بيرفع درج الحرارة في الجو بسبب تكردس وكمان بيساعد على انتشاك كثير من الأمراض المعدية طبعا استخدام مضالات الفاتحة اللونة هي بتعكس أشعة الشمس مهمة جدا أفضل من الأشياء من المضالات الذاكنة طبعا تسلق الجلدي هذه أحد المشاكل الصحية طبعا أنا عصارت الحجل أكثر من 11 سنة متتالية وكانت سواء على مستوى عملي كطبيب في العيادات أو حتى عملي كقيادي في الإشراف على المراكز الرعاية الصحية والمستشفيات وجدنا أن التسلق الجلدي يعتبر من أحدا من المشاكل الصحية يبعاني منها كثير من الحجاج وهذه بسبب احتكاك الجلدي في منطقة الخزينة وتحت الإبق بذلك مع الرطوبة فبيصير في بعض الالتهابات والتسلقات ويصير في بعض الالتهابات الجلدية الفقرية فهنا لابد أن يحافظ الحاجة على المنطقة الجافة وبيستخدم بعض المرطبات وبعض الكريمات اللي ممكن يحصل عليها من خلال المراكز الرعاية الصحية الأولية أو بسبب بعض البودرات اللي هي مرتبة تمنى الاحتكاك وتخفف من مشكلة التسلق فهذه واحدة من الأشياء اللي هي ممكن نحن نشوفها بكثرة طبعاً في كثير من الحجاج يعاني من الجفاف فلابد من ترطيب الجسم درش الماء على الجسم عشان نساعد على عملية تبريد الطبقة الخارجية من الجسم شرب الماء بكيميات كافئة كثيرة أكل الفواكه والخضروات الغنية بالماء وأيضاً إذا كان فيه ظاهرة أعراض جفاف لا بد من اللجوء إلى المكهز الصحية أو الطبيب المقتص أو حتى شرب السوائل بذات السوائل اللي هي تحتوي على بعض الأملاح اللي بتعوض لقدان الأملاح من خلال الجفاف الموجود بالإضافة إلى طبعاً قسمهم الغذائي وارد وموجود في كل التجمعات والحشود وبالتالي في الأماكن الحارة فازلنا قلنا بس الفواكه والخضروات جيد لخزن تقزين الطعام مهم جداً إنه ناكل يعني الحاج يبدو يتناول الأطعمة اللي تم طهيها بشكل جيد وفي نفس اللحظة يعني يتجنب أكل الأطعمة المكشوفة أو حتى الأدوية الأطعمة المخزنة لفترة طويلة أو المعرضة لكلوث الحشرات إذا شكل حاج بسلامة أحد الأطعمة فلابد أنه إيش سواء كان طعمها دونها أو شكلها أو أو رائحتها فلابد أن يتجنبها وطبعاً غسل اليدين وصبصت منبع الصبون مهم جداً طبعاً نصيحة إنه الأطعمة دائماً يحصل عليها الحاج من الأماكن المعروفة تجنب الباع المتجولين سواء في الطرفات أو في غيرها من الأماكن فبهذه الطريقة نضمن سلامة الأطعمة لأن الأماكن المعروفة تخضع إلى رقابة تخضع إلى إشتراطات صحية يعني تمليها البلدية والجهات المعنية للحفاظ على سلامة الأطعمة وطبعاً السلطات المحضرة والميونيز وسلطات البيض يفضل ابتعد عنها تماماً في فترة الحج والحر لأنها هي أكثر المواد الغذائية القابلية للتلف السريعي طبعاً تجنب تناول الأطعمة غير مطهية ولأنها سريع الفساد هذه النصائح الوقائية اللي نحن نقدر لخصها في التسامل الغذائي عشان نتجنب التنابات المعوية الناتجة عن الغذاء الملوث غسل يدين قبل وبعد أعداء الطعام غسل يدين بعد قراءة الحاجة نضافة الأواني وأعداء الطعام وتناوله غسل فواكل وفضروات قبل تناولها عدم تناول الأطعمة المكشوفة التأكد من طريق الصلاحية وهذه هو واحدة من الأشياء المهمة اللي نرفع فيها درجة وعينا في اختيار المواد الغذائية والأطعمة والمشروات نتناولها عن طريق التأكد من منتجها وعن طريق صلاحيتها وعن طريق الشرك المنتج أيضاً عدم شراء الأطعمة المتجولين وحب الطعام في الثلاجة ويفضل أن الأكل دائماً يكون حار وبعيد عن التخزين لفترة طويلة طبعاً النظافة الشخصية غسل والمداومة على غسل اليدين وتجدهم بصق على الأرض استقلال الملدي عدم غامل المخلفات لأن البيئة اللي حولنا هذه جزء من مسؤولياتنا إحنا كحجاج أو كأشخاص متواجدين في التخلص من الفترات في الحاويات المخصصة لها طبعاً البلديات وكل الجهات المعنية بخدمة الحاج راح تكون متوفرة متواجدة لتقديم كل هذه الخدمات فقط الحاج عليه أن يرمي المخلفات في الأماكن المخصص لها وراح تقوم بجهات المعنية بالحفاظ على نظافة الموقع ترجمة نانسي قنقر